استهدف عمل تقريبيون أمس المقر الجديد لنادي أنويدرات وذلك وسط الاستعدادات لافتتاحه رسميا إدارة النادي قالت إن صالة النادي تعارضت لتلفيات بالغة وأكدت أن البرامج والأنشطة الرياضية والشبابية للنادي ستستمر كما كانت وفق خطة عمل مجلس الإدارة فيما وجه وزير شؤون الشباب والرياضة هشام الجودر المسؤولين في الوزارة للعمل على توفير مستلزمات الأمن والسلامة بمبنى النادي مشددا على العمل لإصلاح التلفيات بأسرع وقت ممكن اليد الإرهابية الجبانة التي لا يبدو عليها الملل تمتد هذه المرة لتشعل نارا وقودها الحقد في منشأة شبابية رياضية كان من المقرر أن تخدم شباب منطقة نويدرات فقبل الافتتاح الرسمي لنادي نويدرات بيوم واحد تسببت مجموعة مجهولة في تلفيات بالغة بالمبنى الإداري والصالة الرياضية الأمر الذي أدى إلى إعاقة عملية افتتاح المبنى والصالة الرياضية هدر متعمد للجهود والأموال التي تقدمها الدولة من أجل الارتقاء بعجلة التنمية في مختلف مجالاتها وخاصة الشبابية والرياضية وتصرف غير مبرر لمجموعة لم تأبه بدموع وطن لم تجف بعد في محاولة فاشلة منها للنيل حتى من أبسط حقوق المواطنين في ممارسة الأنشطة الرياضية وزارة شؤون الشباب والرياضة قامت بتنفيذ مبنى وصالة نادي نويدرات بتكلفة قدرها 364 ألف دينار بحريني ليضم صالة متعددة الأغراض وقاعة استقبال وناد صحي وغرف تبديل وعلاج طبيعي إضافة إلى قاعة ثقافية وغرف للاجتماعات ومكاتب إدارية إلا أن هذا العمل الجبان لم يسمح لهذا المشروع بأن يرى النور عجلة الحياة لن تقف بسبب أعمال لا تدل إلا على عقلية مريضة هشة فالبحرين مستمرة في دعم الحركة الشبابية والرياضية وإقامة البنية التحتية المناسبة لها في جميع المدن والقرى تلبية لاحتياجات الشباب البحريني سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر